توجه الجواد الهولندي الباسوتي بطل المحطة الألمانية التاسعة لسلسلة سباقات كأس صاحب سمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصلة التي يقيمت في مضمار إيفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن ضمن النسخة الحادية والثلاثين من الكأس الغالية وشهد السباق التي يقيمها لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية بعمر أربع سنوات فما فوق تنافسا ناريا بين نخبة الخيول بمرابط الخيل العربي في ألمانيا وأوروبا واقتنص الباسوتي اللقب خلال دقيقة وست واربعين ثانية وثمانية عشر جزء من الثانية وبعد صراع محتدم وبفارق ضئيل عن لايتينغ تيندر الثاني وجعفر الذي حل ثالثا